السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ميس هانادي بدرسكم مادة الثقافة المالية لهذه الفصل وان شاء الله تكون مادة سهلة وممتعة بالنسبة لكم اليوم بدنا نبلش بالدرس الاول اللي هو مفهوم القيمة مقابل النقود رح نقرأ الفقرة الاولى ونشوف الهدف منها القيمة والسعر تختلف النظر الى القيمة والسعر من شخص الى اخر ومن ثقافة الى اخرى محكومة بعوامل كثيرة متداخلة وهي عوامل تختلف ايضا باختلاف الظروف المحيطة بها فما كان نادرا من السلاء او منتجا اعلامة تجارية عالمية غلى ثمنه ووصفة بالثمين غير ان القيمة ليست بالضرورة قابلة للقياس بمعيار الثمن فحاجتك الى معرفة الوقت باستخدام ساعة اليد تتحقق عند توافر الساعة فحسب بغض النظر عن ثمنها هون بحكي لنا انه القيمة والسعر تختلف من شخص الى اخر تمام من ثقافة الى اخرى بناء على عدة عوامل هاي العوامل بتختلف من شخص الى اخر تمام هلا مثلا انا سلعة عليها علامة تجارية الثمن اكيد راح يزيد بما انه عليها علامة تجارية بغض النظر عن جودتها هون بحكي لنا انه القيمة ليست بالضرورة قابلة القياس بمعيار الثمن صحيح اعطانا مثال هون بحكي لنا دخل خالد سوق للملابس والثياب فلاحظ وجود اعلان لتنزيلات على اسعار قطع الملابس وقرر شراء معطف جلد وكان سعره المعلن بعد التنزيلات 35 دينار بعد يومين التقى بصديقه عصام ولاحظ انه يلبس معطفا مشابها لمعطفه فدفعه الفضول ليسأله عن سعره وقد تفاجأ حين علما انه اشتراه بمبلغ 50 دينار يتبين مما سبق ان القيمة التي حصل عليها خالد وعصام هي نفسها اللي هي اشتروا الاثنين معطف معطف جلد لكن المقابل نفسه دفعوا الاثنين المقابل الذي دفعه خالد كان اقل من اللي دفعه عصام اذا القيمة نفسها لكن السعر اي المقابل تغير تمام سنتعرف في هذا الدرس مفهوم القيمة ومفهوم السعر السعر اللي هو المقابل النقدي الذي ندفعه للحصول على قيمة الاشياء انا دفعت خمسين دينار لحتى احصل على جاكيت او معطف جلد هاي هي ايش هذا هو السعر فقيمة السلعة لم تعد ترتبط بجودتها اكيد احنا بالوقت الحالي نربط سعر السلعة بعلامتها التجارية وليس بجودتها وانما بقدرة صانعها على تحويلها الى ثقافة عن طريق اقناعه اذا السلع تباع عن طريق الاقناع وليس الجودة احنا صرنا نشتري السلع بغض النظر عن الجودة احنا بنتفرج على العلامة التجارية اذا كانت العلامة التجارية معروفة احنا هيك بنكون اقتنعنا بالسلعة طبعا وهذا الاشي غلط المفروض انه احنا نشوف ايش جودة السلعة بغض النظر عن يكون مثلا العلامة التجارية معروفة او غير معروفة تمام هنا عنا نشاط الصفحة البعديها فيه نشاط القيمة والسعر تمام هنا بيحكي لنا انه المنفعة احيانا قد تكون متساوية بين سلعتين لهما القيمة نفسها ولكن السعر قد يتفاوت لمعايير كثيرة منها اسم العلامة التجارية اكيد ممكن يكون عندي علامتين تجاريتين معروفتين لكن السعر ليس نفسه ممكن الجودة تختلف ولكن السعر السعر يختلف تمام ممكن او ممكن تكون عندي علامتين تجاريتين الجودة تختلف في كل منهما لكن السعر نفسه اذا العوامل هاي بتختلف انتمام هون عندنا القيمة والسعر بدنا نعرف القيمة اذا القيمة هي المنافع الحقيقية التي تحصل عليها عندما تمتلك شيئا معينا مثلا زي الجودة انا حصلت على جودة ممتازة لما شريت سلعة معينة اذا قيمتها كانت جودتها الممتازة السعر هو الثمن الذي تختلف دفعته لامتلاكك شيئا ما اذا السعر هو الثمن اللي انا دفعته لامتلاك السلعة تمام بحكي لنا هون يوجد فرق بين القيمة والسعر اكيد زي ما حكينا وفي كثير من الاحيان لا تتساوى قيمة الاشياء التي يشتريها الناس مع السعر او الثمن الذي يدفعونه اذا انهم يشترون ما يعتقدون انه اقل كلفه ويشبه حاجاتهم في ان واحد وطبعا انا احيانا مثلا بشتري شغلة او سلعة مثلا سعرها 10 دنان نير و بصير افكر انه ممكن هاي السلعة تكون منيحة او ممكن تلبي احتياجاتي لكنها ممكن تكون الجودة تبعدها ابدا مش منيحة يعد الدخل مؤشر لقدرة الشخص الشرائية اذا الدخل مؤشر لقدرة الشخص الشرائية اكيد انا لما يكون دخلي 500 دينار مش زي لما يكون دخلي 200 دينار هنا القدرة الشرائية رح تختلف اي قدرته على شراء كميات مختلفة من السلع والخدمات باسعار معينة اما القوة الشرائية هون عندي تعريف القوة الشرائية حطولي تحتها خط تشير الى مقدار السلع والخدمات التي يمكن للشخص ان يحصل عليها مقابل دخله اذا القوة الشرائية تشير الى مقدار السلع والخدمات التي يمكن للشخص ان يحصل عليها مقابل دخله وعليه فان لهذا المفهوم علاقة اذا عنا هون علاقة تحكي لنا مستوى الاسعار العام كلما ارتفعت الاسعار انخفضت القوة الشرائية اذا ايش العلاقة بمستوى الاسعار العام اذا كلما ارتفعت الاسعار انخفضت القوة الشرائية ومما يؤكد ذلك ان الانسان قديما كان يبتاع بدينار اصناف عديدة لكن الان لا يبتاع به سوى سنف واحد اذا تعرف الدخل هو مبلغ زي ما حكينا هو مبلغ من النقود يحصل عليه الشخص من مزاورة عمل ما انا بعمل بوظيفة معينة احصل مقابلها على دخل الدخل اللي هو الراتب تمام هنا عنا مقارنة القيمة بالنقود اخذت سلمة من والدها 30 دينار لشراء بعض الملابس وكذلك فعلت اختها ديمة اما سلمة فعادت الى المنزل وقد اشترت حذاء وبنتال وكنزة وقميصا وبعد نصف ساعة عادت ديمة وقد اشترت الملابس نفسها معاد الحذاء لانه لم يبقى معها شيء من النقود التي اخذتها من والدها ولما استطاعت سلمة ان تشتري جميع حاجاتها خلافا لديمة وكانت جودة الملابس التي اشترتها كل منهما هي نفسها فقد طلب الوالد الى ديمة تفسير عدم قدرتها على استكمال شراء حاجاتها مثل ما فعلت اختها سلمة هون بحكي لنا انه سلمة وديمة اخذوا من والدهم 30 دينار اشترت سلمة عدة شغلات لكنها ديمة اشترت اقل منها يعني مصاري او الفلوس اللي مع ديمة لم تكفي لشراء جميع الاحتياجات فطلب الوالد تفسير من ديمة مع انه الجودة نفسها اذا هون احنا منستنتج انه في عنا اشي اسمه مقارنة القيمة بالنقود او فاعلية قرار الشراء تهدف مقارنة القيمة بالنقود الى قياس فاعلية قرار الشراء انا لما اعطيت سلمة 30 دينار واشترت اغراض بجودة ممتازة لكن سلمة اشترت اقل من اغراض ديمة اشترت اقل من اغراض سلمة ونفس الجودة هنا نعلم ان فاعلية قرار الشراء لدى سلمة افضل من فاعلية قرار الشراء لدى ديمة تمام هون بنكون احنا خلصنا النشاط هاك هنا لدينا نشاطات بردو اي انا تذكر قبل تذكر فيهن المعلومات فيه القيمة مقابل النقود هذا التعريف مهم القيمة مقابل النقود وهي تعني الافادة من القيمة الكاملة والمنافع الحقيقية لكل مبلغ من النقود انفقة على شراء سلعة او خدمة او الحصول على اكبر قيمة و افضل و افضل النتائج من استثمار الموارد المتوفرة تمام اذا هذا التعريف مهم اللي هو القيمة مقابل النقود والمنافع الحقيقية لكل مبلغ من النقود انفقة على شراء سلعة او خدمة تمام هون بدنا نتذكر القيمة حكينا القيمة هي المنافع الحقيقية التي تحصل عليها عندما تمتلك شيئا معينا اما السعر فهو ثمن النقد الذي تدفعه لقاء انتلاك شيئا ما تمام يوقيس الدخل قدرة الشخص الشرائية اكيد سيما حكيت انا لما يكون راتبي 200 دينار ليس مثال لما يكون راتبي 500 دينار قدرته الشرائية رح تكون اقل بالتأكيد اي قدرته على الحصول على كميات مختلفة من السلع والخدمات باسعار معينة اما القوة الشرائية هاي مهمة فتعني مقدار السلع والخدمات التي يستطيع الشخص ان يحصل عليها مقابل دخله وعليه فان لهذا المفهوم علاقة بمستوى الاسعار العام عندي هنا علاقة كلما ارتفعت الاسعار انخفضت القوة الشرائية اكيد ومما يؤكد ذلك ان الانسان قديما حكينا كان يبتع بدينار عدة اصناف والان الدينار لا يبتع بها سوى صنف واحد عندي هون مفهوم الدخل حكينا عندي اسباب اختلاف القيمة مقابل النقد المدفوع ليش عندي سلمة اشترت بثلاثين دينار اغراض اكتر من ديمة في عندي عدة اسباب تسرع المشتري في شراء السلعة او الخدمة قبل التحقق من جودتها ومناسبتها اثنين الغش في تصنيع المنتج ثلاث ضعف ثقافة المشترين الاستهلاكية اربع اختلاف وسائل قياس القيمة من شخص الى اخر الخمسة الاحتكال عندي ايضا القيمة مقابل النقود تعني الافادة من القيمة الكاملة والمنافع الحقيقية لكل مبلغ من النقود انفقه على شراء سلعة او خدمة او الحصول على اكبر قيمة وافضل النتائج من استثمار الموارد متوفرة ولهون بكون خلص درسنا لليوم بتمنى انكم تكونوا واستفقتوا من الدرس وعليكم يا تاسح الاسئلة واجب وابعتوا لي اياهم على الواتساب وشكرا لكم ويعطيكم الف عافية